المجوس الثلاثة المجوس يعتبر رجال ذو سلطة وحكمة ومكانة في مجتمعاتهم بوقتها وكان عملهم دبلوماسي وكانوا أغلب الأحيان مستشارين للملوك يسوع المسيح من وقت ولادته ولحد موته كانت سيرته ما بين الملوك وهم أصلاً مو يهود المجوس وهذا دليل أن المسيح يجى للعالم أجمع وليس للشعب أو مكان معين ونشوف هذا الشيء فعلاً من وجود الأمم الغير اليهود في وقت ميلاد المسيح أكو تقليد يقول أن المجوس يجوي من ثلاث قارات آسيا وافريقيا وأوروبا ومن الآن بنشوف اهتمام الله بكل العالم في كل الأوقات ميلاد المسيح كان ولازال سبب بركة للعالم لكن بنفس الوقت عمل اضطراب على مملكة هيرودس ومملكة الشر المسيح نور العالم بوقت الذي يكون نور موجود ستنفضح أعمال إبليس هل يوجد نور المسيح في حياتك اليوم؟ المجوس وصلوا للمسيح عن طريق النجمة كان بينور الطريق كل الأوقات لما وصلوا للمسيح يجوي وركعوا أمامه يجوي وآمنوا بي وقت اللي طلعوا طريقهم اتغير وقت اللي تقابلوا مع المسيح حياتهم اتغيرت صار في نور في قلوبهم في حياتهم المسيح هاليوم يريد ينور فعلا في قلبك يريد يغير حياتك يريد يخلصك ويعطيك الحياة الأبدية هاليوم المسيح يريد أن يولد في قلبك وفي بيتك وفي مجتمعك لكي ما يعطيك السلام ويعطيك النور يا رب يسو احنا جايين نطلبك فعلا بكل إيمان أن تجي يا رب تولد في قلوبنا في بيوتنا في مناطقنا اللي احنا موجودين بيها في المحافظات اللي احنا موجودين في الدولة اللي احنا موجودين بيها يا سيد تعال يا رب بنورك اشرق علينا نور حياتنا وافضح أعمال إبليس باسم المسيح يسوع نصلي آمين آمين والربي باركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة